للأدوار أبطال طيب وعلاقتك بقى بأحمد كانت عاملة ازاي في اللوكيش اه طبعا يعني احنا طبعا إخوات وكده وصحاب فدي دايما بتبان جوه اللوكيشن الناس كلها كانت بتقول ان احنا بنحس ان انتو اخوات بجد ان طول الوقت بتقول ايه حاجة احمد ما نعرفهاش كده والله لا هو يعني احمد في الكهوليس احنا ممكن يجب الناس فاكرة ان احنا بنقعد نهزر ونضحك وبتاع والموضوع غير كده خالص لا لا بعيدة عن انا شاهدة تركيز انوات خليني كده قبل ما نروح نتكلم عنوما لسه في حاجات عايزة اتكلم يعني معاك عليها ليه علاقة بيك بس خليني اخد منك كده شوية تفاصيل عن كل حد فيه بس محمد نور طبعا النجم الجميل يعني كان ضيفي مرتين في الجمعة في مصر احمد يعني محمد انا بعزه جدا لكن انا يمكن ما قابلتش نادر وقابلتش احمد فاهمي برغم ان احمد زميل في الMBC بس ما قابلتش قبل كده قولي حاجات في شخصية كل واحد فيه وما حدش يعرفها والله يبصي افضحهم على الوقت لا من غير ما افضحهم هم التلاتة احنا لما بنبقا عاديم مع بعض هم التلاتة كوميديانات يعني ممكن الناس ما تبقاش عارفة ان محمد نور كوميديان جدا يعني بيدحكنا طول وقت وكذلك نادر بس هو في الشغل عموما بيبقى دايما نادر عايز كل حاجة مصبوطة وصح ومطلع عينينا دكتور شوية في شغله يعني قوي ودايما بيبقى فاهمي هو الي بيهدي اللعب شوية هو هادي قوي زي ما بيبين كده سواء في تقديم ولو بيقدم مثلا البرامج على MBC او في حياته يعني هل هو هادي الشخصية الهادية اللي بنشوفها دي هو هادي ومش هادي يعني على حسب المهم كل حاجة يا احمد كل حاجة عنهم ده أنا بعد شوية هورطتك في واما كلهم لكن ايه والحاجة عنه وحاجة عن محمد نور محمد مش ايز علا أنا عارفة محمد نور مش لا لا محمد مش ايز علا محمد تعرف يا من هو بحب الحياة وبيضحك وبتاعه كده طول الوقت يعني مين أعرب حد فيهم ليك؟ والله يبص دلوقتي علشان طبعا أنا وفاهمي طول الوقت مع بعض في الشغل والتمثيل والحاجات دي وكده يعني فإحنا على اتصال طول الوقت مع بعض وطبعا ميده نادر يعني إحنا ما فيش حد قريب من التاني يعني إحنا دايما كلنا بنتكلم مع بعض بيكون ليهم رد فعل وإحنا هنتكلم عليهم بقى بالتفصيل بعد شوية بس بيكون ليهم رد فعل على أعمالك لما بتمثل بيقولولك حاجة معينة مثلا؟ ده إحنا كلنا يعني بنتناقش مع بعض في أعمال يعني لو ميده عمل حاجة أنا بقوله فاهمي طبعا أنا وهو طول الوقت بنتكلم وتناقش وناخد رأي بعض في الشغل وكده أو نادر طبعا طيب قولي كمان من الحاجات اللي أنت عملتها أعتقد كانت حكايات بنات مظبوط كده؟ آه حكايات بنات الجزء التالت طب إيه بقى كان إيه أخبار المشاركة فيه وشفته زي خصوصا أنت داخل على يعني على نجاح أصلا نجاح يعني هو نجاح فكنتش خايف من ده وقل لي يعني انت عملت معه ازاي والاختيار جي ازاي كمان؟ أنا اللي رشحني للدور لأستاذ مصطفى أبو سيف المخرج آه وإني كمان معه كان طارق الجنيني المنتج آه كان هو المنتج وإحنا كنا اشتغلنا أنا مع طارق اشتغلت معاه قابليها مسلسل وكنا عملنا برنامج مع بعض فمصطفى هو اللي رشحني للدور للدور عمار اللي أنا عملته وكان شخصية جديدة لسه داخل المسلسل خالص فهو ده اللي ما كانش يعني ما فيش خوف منه لأن هي مش شخصية مثلا كان ممثل عملها وبعد كده مشي وأنا كملت الشخصية لأ دي شخصية ظهرت من أول وجديد خالص فكنت أنا عملها بالطريقة اللي أنا يعني شايف أن هي تتعامل بها يعني فده كان سهل علي حاجات كتيرة جدا غير طبعا مع مصطفى وبسيف أن احنا عبدنا نتناقش قبل ما نبتدي نصور وكده في الشخصية كتير وكده يعني وغير طبعا أنه كان مسلسل وردي ناجح جدا فده كان حاجة حلوة يعني أنه ليه جمهور كبير كان بيتفرج عليه سواء من أنا شهيرة أنا الخائن أو من خلال حكايات بنات بتحس أكتر أن المسلسلات اللي بتكون مش بس بطولة جماعية لكن فيها حكاوي وأسرار وحب وخيانات وكده بتحس أن الموضوع ده بقى أكتر هو الدارج أو اللي بيسمع أكتر مع المجتمع المصري طبعا أكيد بس هلأقول كنا بنحب حاجات تانية ونحب الجو الصعيدي ونحب حاسس أنه شوية اختلاف الزوء الناس ممكن تتفرج على الصعيدي بس ممكن يبقى في فترة فاتت محدش عمل الصعيدي بالطريقة اللي هي يبقى فيها قصة نرسل سال الدم طبعا ده قصة آه يعني أكيد بس يبقى فيها قصة وحبكة درامية بطريقة معينة ترجمة نانسي قنقر